السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفحالكم الشباب معكم هاري فهذا الفيديو سأتحدث عن كيف ترسل إيميلات باستخدام ألاء أو إيبر طبعا شرحت عنا فيديو سابق، إذا أريد أن ترسل الفيديو، سأضع لكم الرابط في دسكريبشن من هذه الأداة تسمح لك أن ترسل إيميلات، طبعا هي الأداة تسويقية تسمح لك أن ترسل إيميلات للعملاء عندك وتسمح لك بعد أن تبني صفحات هبوط لأنك لديك منتج، أريد أن تتسويق لهذا المنتج أو أنك تبني نموذج بحث أنك تقدم شيء مجانا مقابل أن يعطوك المعلومات الشخصية للعملاء طبعا هناك أشياء أكثر تسويها مع هذا التطبيق مثلا تسوي إنتيجريشن، أنك تربط هذه الأداة مع أداة ثانية مثلا تربط هذه الأداة مع وودفرس أو تربطها مع شيئا ثانية ولكن أنا لا أستطيع هذه الأشياء تفصيلية ولكن في هذا الفيديو سأتحدث عن كيف ترسل إيميلات باستخدام هذه الأداة لأنها أهم ميزة في هذه الأداة أن ترسل إيميلات فأول شيء بعد ما تسجل دخول ونزل فيديو مثلا ما قلت تتكلمت عني كيف أنك تسجل مجانا سأضعكم الرابط في الـ description فنجي عند أول مدخل الـ dashboard أو صفحة رئيسية ستجيك على اليسار هنا dashboard ستجيك عند messages فحنا رح نضغط عند messages الرسائل وبعدها رح تجيك عدة اختيارات فحنا رح نختار Broadcast لنفترض أنك تبغى تسوق أو عفوا مثلا نزلت مقالة أو نزلت فيديو على اليوتيوب أو نزلت عرض جديد فأنت من خلال Broadcast تقدر أنك ترسل إيميلات تذكر العملاء أن ترى نزل فيديو جديد على اليوتيوب ترى نزلت مقالة في موقعي ف Broadcast هذه هي حقة تسويقية لأشياء أن تبغى إلا أن تسويتها يعني أشياء فيديو مثل ما قلت أو مقالة فبعدها رح تجيك عدة اختيارات هنا طبعا هنا أدوات تستخرمها عشان تكتب الإيميل فأنا بالنسبة لي رح أختار drag and drop editor لأن هذا طبعا أسهل إلي وإلك على الأغلب ما رح تستخرم أنت كود أو تستخدم مثلا بلين تكس ميسج فهذه رح تكون الأفضل إلي وإلك حتى مكتوب هنا Most Popular فرح نضغط عليها طبعا هنا رح تكتب الإيميل في النص هنا كما ترون طبعا هذا رح نمسحها ما نبقاها فأنت هنا رح تكتب مثلا طبعا الإيميل ليس أن يكون الإيميل طويل لأنك رح تكتب مثلا عن أن أنت نزلت فيديو على اليوتيوب رح يكون الإيميل بسيط بس كلمات بسيطة وجمل وبس لأنك حب تضيف صور بعد كويس بس أنا أفضل أنك لا تضيف صور على الإيميل اللي بترسله لأن هذا رح يأثر على ability rate لنفتضل أنك تحطيت صور في الرسائل الإيميل حقاتك اللي رح ترسلها للعملاء اللي عندك أو المشتركين اللي عندك فعلى أغلب أنه لما توصل إلى الجيميل عندهم أو الإيميل حقهم رح تجي عند المتابعين ما رح يشوفوا هذه الرسالة فالأفضل دائعا من الرسالة أنها تكون بدون صور أو فيديو على أغلب يعني الأفضل فهنا رح تبدأ تكتب add some text فهنا رح تكتب أنك تنزلت مقالة مثلا أو أنك تنزلت فيديو بعد ما كتبت الرسالة حقتك نقدر نغير الكلام من الخط نقدر نخلي نحدد كله ونخلي مثلا الخط ننكبره شوي أتوقت 16 كويس أو 18 نقدر نغير الخط كل شي رح تكتسوي من القائمة اللي فوق نقدر فردانا نقدر bold أسمك هنا تبدو تحط يعني مثلا نفترض أن هذا الكلمة مثلا نحط عليها تحت خط يكون فيها تحت خط علشان يعني لهو القارئ يركض على هذو الكلمة أكثر ولونك حاب تغير اللون بس أنا بخلي هنا بنيك تغير لون بس أنا بخلي أسود هنا الخط تبتخلي في النص طبعا نخلي في النص هذا بس هذا نخلي على اليمين طب خلنا نحدد هذا نخلي مثلا في النص بهذا الطريقة مثلا السلام عليكم ونحط الله نخليها أكبر مثلا وبهذا الطريقة ولونك حاب تحط له رابط داخل الجملة فنحن ببركم كيف اكتب مثلا الشيء اللي أنت تبغى تكتبه خلنا نكتب مثلا اقرأ المقالة من هنا مثلا طبعا أنا كتبت أن يعني في هذه الرسالة كتبت أن أنا نزلت مقالة عن كيف نكترس الإيميلات فراح أقول لهم أباهم يروحوا لهذا المقالة فأنا بحط خط أو بحدد الكلام مثلا اقرأ المقالة من هنا خلنا نحط من هنا وراح أجي عند هذا المنطق هنا على اليمين فوق فهنا بكل بساطة راح أضغط عليها وراح أحط رابط القناة حقتي أو رابط المقالة اللي أنا سويتها اللي أنا بغاهم يتابعوها أو بغاهم يقرأوها فبعد ما أحط الرابط في هذه المنطقة هنا راح أسوي له أوكي وبكذا بكل بساطة راح يكون فيها رابط موجود هنا لما قلت أنك حاب تضيف صور تقسط بمسافة وتضيف مثلا فيديو مثلا بهذا الطريقة أو صور طبعا تحدث له الصورة أو الفيديو أو تحدث الشيء اللي تبغى تحدثها فكل عليك أنك تسوي أنك تضغط على هذه المنطقة هنا وتجي عند ديليت هنا المفروض راح تكون ديليت أي و هنا تعافون تحت فهنا حاب تضيف له مواقع التواصل الاجتماعي عندك هنا تحت السوشل وهنا تضيف له حساباتك تضيف الانستغرام تسوي له edit وتحط الانستغرام حقك اللي هو رابط لحساب حقك وتحط له done فلما شخص يضغط على هذا الزر راح يودي الى الاحساب الانستغرام عندك وبهالطريقة فبعدها راح يقول لك هنا preview text preview and test يعني هذا راح توريك كيف راح يكون شكل الصورة أو عفوان شكل الرسالة فلما أنتم شاهدون هنا في أشياء موجودة تحت خلنا أشيلها أو أصلا ما هي موجودة بس أن الله يعني preview test توريك إن شسمة كيف راح يكون شكل الرسالة فبعد ما تتأكد ان شكل الرسالة كويس وكذا فأكد عليك انك تسوي انك تسوي save and exit يعني حفظ وخروج فنضغط عليها طبعا هنا راح تكون هذه الرسالة عندك بس قبل أي شيء خلنا نرجع للرسالة بوريك مشا نسيتها بس هذه الرسالة اللي سحنا سويناها تتأكد ان يكون فيها شيء اسمه subject line يعني فوق هنا فوق enter insert your subject line هو طبعا شيء راح يجي للعميل يعني لفتط جواله كان مقفل فأنت لما ترسل له رسالة راح تجي له أول جملة في الرسالة فالsubject line هذا مهم انك تكتبه لانه هذا راح يجذب انتباه العميل فخلنا اكتبانه هنا مثلا طبعا مثل ما قلت شيء يعني يجذب الانتباه فشي زي كين يعني يرسل رسالة احترافية لما تسابعينك فبعدها بسولة save and exit كده بس كل بساطة كده انت طبعا هذه عارضة اللي راح يكون لما ترسل ايميل عاشر راح تكون بس رسالة ما فيها صورة وما فيها شيء معقن يعني هنا هذا راح يكون السبجك لاين الجملة اللي اول شيء راح يشوفها العميل وهنا بعد كم منك راح ترسل الاميل راح تسوي له schedule هنا طبعا طبعا هنا راح تكي اختيارات do you want to share this message فنخلينا اسماهيم طبعا هنسوي لها edit انتون انك حاب تغير طبعا هنا مكتوب تويتر ما راح تسوي له share في تويتر فيسبوك ما راح تسوي فحنا راح نخلي بهذا الطريقة من who should receive the message طبعا راح يكون current list طبعا هنا هذي الليست عندك على العقب راح تكون عندك 3 list فهذا اللي راح ياخذه هذه الرسالة وانك راح تغير الليست راح تغير القائمة وكل عليك انك تسوي انك تجي عند edit وهنا تغير له القائمة طبعا هذي الليست اللي محفوطة حاليا فهنا send to subscribe in the segment هنا مثلا انت بغى تسوي يعني تفصيل مدت بغى ترسل الرسالة send since yesterday added هنا طبعا هنا include all the list بس حاليا ما في عند لست أصلا فهنا ما في عند لست واحد هنا راح تطلال لك اختيارات include subscribe on this list راح تطلال لك اختيارات لانك اختاغ الليست بس انا ما عند لدي لست ما عند قائمة فما عند الله هذي فهنا راح تظهالي بهذه الطريقة فسوي له apply وشد this message be sent طبعا هنا مكتوب immediately يعني على الفور راح تتجيها الرسالة على طول لو انك حاب تغيى تسوي لها edit هنا و راح تبديك تسوي لها schedule يعني تبديك تسوي جدول يعني متى تجي رسالة مثلا تبغى رسالة جي بكرة مثلا 28 فأطيها تحت 28 وهنا فوق تختار الوقت 12 نخلي مثلا 9 أو لا نخلي مثلا 3 BM ثلاث العصر مثلا وبعدها نحط apply اي طبعا فوق خلنا نوريكم هنا بعد عفوان من هنا له الخيارات اتراك click and website clinkless message هنا اقول لك انك تتبع الخطواء او عفوان تتبع من اللي ضغط على الرابط وتتبع بهذه الطريقة تتبع يعني من اللي ضغط على هذه الرسالة من اللي فتحها فهذا الاختيار مهم ان يكون يعني بهذه الطريقة لهذا اوكي نفس الشي نخلي apply وبكذا انت راح تكون عندك رسالة جاهزة تقدر ترسلها على طول او انك مثلا ما قلت لانك ما تبغى تسوي schedule يعني ما تبغى تسوي جدول تجد خليها immediately فبنسوي apply وهنا راح نقول schedule message هذا الوقت بكرة الساعة ثلاث العصر راح تكون راح توصلهم الرسالة فراح احط schedule message هذا الوقت وبكذا انت رسالة جاهزة وراح تكون راح توصل للعمراء في الوقت ان انت حددتها او مثل ما قلت له انك حاب ان ترسل الرسالة على طول فكلا لكنك تسوي ما تخترت ما تنسوي schedule ما تتغير الوقت تخليها نفس ما هو وراح ترسل الرسالة على طول فكان هذا شرح لهذا الفيديو فاتمنى ان اعجبكم فاذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا اللايك والاشتراك وضغط على زر التنبيهات ليصلك كل جديد كان معك هادي مع السلامة